أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة السبع أن حركة حماس لا تزال حتى الآن العائقة الأكبر أمام تنفيذ خطة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة قدمت اقتراحا وفق عليه مجلس الأمن ومجموعة السبع والإسرائيليون والعائق الأكبر حتى الآن هو حماس التي ترفض التوقيع عليه رغم أنهم اقترحوا شيئا مماثلا نحن سنواصل الضغط ولكن ليس لدي جواب نهائي حتى الآن ترجمة نانسي قنقر